نحو 60% من مباني مدينة الباب باتت مدمرة بشكل كامل أو جزئي حصيلة حصلنا عليها من المجلس المحلي للمدينة المدعوم من الحكومة التركية قيم المجلس هذه الحصيلة بعد الكشف المفصل على المباني الحكومية والمدنية وتوثيقها عبر صور جوية وأرضية بالإضافة للأقمار الإصطناعية ووضع المجلس خيار إزالة الأملاك المدنية المدمرة حصرا بيد مالكها عدى المباني التي تشكل خطرا بانهيارها المفاجئ على الناس وقد تكون خطرا على السلامة العامة بالنسبة لنسبة الدمار هي نسبة الدمار بين الكل والجزئي والآية للسقوط وهي نسبة تقريبا 60% من المدينة البنى التحتية شبه مدمرة كليا حاليا إن شاء الله تعالى عم نعمل على إزالة أول ما بلشنا إزالة الدوائر الدولي المهدمة وبدأنا حاليا في إزالة الأمنية الخاصة التعويض هو الهاجس الوحيد الذي يلاحق المدنيين الذين دمرت بيوتهم بعد وعود عديدة التقينا رئيس المجلس المحلي المهندس جمال عثمان وأطلعنا على الخطة المفترضة والتي تقضي بتعويض من تدمرت أرزاقهم بأخرى مشابهة في ضاحية ستبنى من قبل الحكومة التركية على أطراف مدينة الباب مع الإبقاء على ملكية أرضهم الأساسية بعد تنظيفها فيما يحرم من التعويض من هو بإرادته لا يقبل الإزالة ولم يقدم طلبا رسميا للمجلس بهدف الإزالة والتعويض بالنسبة لأريض التعويض أولى الأرض هي سوف تعود لمالكها هي قطعة كلمة واحدة لا غبار عنها أما أريض التعويض فهناك كان مقترح من الحكومة التركية أن تقوم ضاحية لنعوض لأهل الباب أبنيتهم وحتى الدكاكين نعوضها إن شاء الله وفيه كان خيار ثاني هو التعويض المادي وإن شاء الله عندما تنتهي هذه الدراسة سوف نعرضها على أهل المنينة الباب يتوقع كثير من المراقبين بأن آلية التعويض لن تحصل قبل عام من الآن وربما أكثر إن تمت فيما تؤكد عود كثيرة بأن التعويض والبناء أمر محسوم بالنسبة لمدينة الباب التي باتت عاصمة للشمال وركيزة للمناطق المحررة على حد قولهم عجلة حياة المدنيين تبدو هنا أسرع بعشرات المرات من عجلة المجالس المحلية والخدمية إلا أن إصرار الطرفين سينتهي بنهضة كبيرة للمدينة وأهلها خلال أشهر قليلة على حد قولهم خالد أبو المجد أورينت نيوز مدينة الباب ريف حلب الشرقي